مضاع حلب يعني اسوء من السيء شيء ما صار بالتاريخ طوير لا طعم لا شرب واكتر شيء القصف مستمر قصف ليلة النهاران طائرات مدافع راجمات يعني نحن انباعنا من كل العالم ما في شيء اسمه انساني ولا في شيء اسمه ضمير اممي خالصين ما في حدا سيئل على المدنيين يعني اصعب شيء لما بتعرف انه فيه مصاب وما في مين يعالجه انه لما بفيه اصابة دفاع المدني ما عنده هالامكانيات يصل لحتى يطالع العلاقين تحت الانقاض ايش تم اصعب من هيك حلب الان تعيش تحت زل الكارسة انسانية حصلت من زوداء الهجوم لقوات النظام والروس على المدينة حلب قام النظام والروس باستثاف كافة مشافي حلب وكافة مركز اتفاع المدني والعائلات كلها نزحت باتجاه مناطق المدينة الغربية المدينة الآن تقع تحت القصف عنيف كنا شو عن الوضع الانساني كبان في مدينة المحاصرة؟ بالنسبة للوضع الانساني يعني اذا نبدأ من ناحية يعني مقومات الحياة ما في شي مقومات حياة ما في اكل ما في شرب والعوالة من اللي نزحت من مدينة الشرقية سيطرة لها الجيش العنان الغربية حواليا عبيشة تحت زل يعني هجمة يعني شريسة من قبل الطيرون من قبل القصف اللي عبصير طبعا ما زالت المعاناة بحلب عم تزداد يوم بعد يوم بظل القصف العنيف على احياء حلب المحاصرة طبعا نقص بالمواد الغذائية والاساسية والاحتياجات الخاصة بالمواطنين المحاصرين داخل حلب بظل تقدم النظام وقواته وميليشياته الداعمة له على عدة محاور في مدينة حلب طبعا المواد الغذائية والاساسية والضرورية هي مقطوعة تماما عن الاسواق في مدينة حلب المحاصرة يوجد صعوبة جدا كبيرة في تأمين اساسيات المواد طبعا حتى الاطفال والمواد التي تخص بالاطفال الرضع والمواد ايضا التي يحتاجها المرضى في حالاتهم العادية هي مقطوعة تماما من اسواق المدينة بعد القصف العنيف ايضا الذي ركز على المناطق المحررة والمحاصرة والله يخبر الله بحلب سيء جدا 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 لا بعد ما اي انسان متصور للأسف نحن نقصر حوالي 60 مليون من احياء حلب المحررة محلقة تقريبا الناس محصورة بخمس احياء وحاليا القصف صار شديد جدا عدد الناس حين كتير كبير الناس عبتطلع من بيوتها بدون اي شيء برد شديد 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 جدا فالوضع والله مأساوي يعني الناس هون في الشوارع بحال البرد الشديد بدون توفر اي وسيلة للتدفئة للطعام قليل جدا فوالله الاوضاع مأساويه جدا صراحة اشتركوا في القناة